موسيقى أهلا بحضراتكم في برنامجكم كون أنت وحلقة جديدة من حلقاتنا الخاصة مع الدين النصيحة ضمن سلسلة أو منظومة صحوة الوعي بحسن الخلق وبنأكد على أن النصيحة زي معرفناها هي الخلوص والصدق والنقاء والصفاء والبراءة وسلامة القلب وليست النصيحة كما يعني يشاع عنها بأنها الكلام الفصيح أو اللسان المتحدث البليغ أو الخطابة الرنانة دي موهوبات لنخبة بخلاف الصدق والأمانة وسلامة القلب ده أمر متاح لكل البشر فعشان كده كانت النصيحة هي الدين اللي لكل البشر واتخذنا شعار حلقات الدين النصيحة قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة حلقاتنا مدروسة وسابقة الإعداد ومركزة وبنأكد فيها من خلال التطبيق مع نصوص القرآن الكريم ونصوص أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتصرفات وأقوال الصحابة رضي الله عنهم بنأكد على إن النصيحة بمعنى الخلوص والنقاء وسلامة القلب الدين اللي يطمن صحبه يوم لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكمان النصيحة بهذا المعنى الخلوص والنقاء والصفاء وسلامة القلب وسلامة الضمير وإسلام الوجه لله الدين اللي هو المعاملة الصحيحة والمقبولة مع الله عز وجل ومع خلق الله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص أفكر حضركم بموضوع الحلقة السابقة كان عن النصيحة في وصايا سيدنا النبي لبعض الصحابة زي ما ذكرنا عقبة بن عامر وأسود بن أسرم وجرموز الهجيني النهاردة بإذن الله هنتكلم عن النصيحة في وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة اللي غير معرفين بالاسم يعني الرواية بتقول أن رجلا التقى مع سيدنا النبي وقال له أوصني يا رسول الله طلب منه الوصية فسيد النبي نصحه نصحه يعني أخلص له إذن نصحه يعني أخلص له صدق معه أخرج ما في سريرة قلبه لوجه الله عز وجل دون غرض لم يكن يقدم تلك النصيحة لأهل الحظ والمعروفين لا لأي أحد فإحنا هنتكلم النهاردة عن تلك النصيحة في وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يطلبها وهذه لحضراتكم أربع مواقف بحسب ما ورد في الأحاديث اللي احنا جمعناها وبنقدمها لحضراتكم وحسب وقت البرنامج الوصية الأولى هي وصية رجل بالتدبير والمدرسة عملت لها العنوان التدبير والمدرسة ده المين لأحد الرجال الذين سألوا سيدنا رسول الله وقالوا له أوصنا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والإمام البيهقي في سننه عن أنس ابن مالك بيقول أن رجلا رجلا يعني شوفوا بقى واحد مش معروف رجل مر وشاف سيدنا النبي قال له يا رسول الله أوصني تعالوا شوفوا وصية سيدنا النبي لهذا الرجل قال له ايه خذ الأمر بالتدبير وإن رأيت في عاقبته خيرا فانضي وإن خفت غيا فأمسك نقف لحظات مرة تانية خذ الأمر بالتدبير التدبير لما نقول الست دي مدبرة يعني مقتصدة بتشوف على قد الحفة بتمد رجليها على قد الدخل بيتم الصرف على قد الإمكانيات بيتم تدبير الحوائج خذ الأمر بالتدبير وعمر التدبير دا ما يتم إلا بمدرسة والمدرسة ممكن تخونك مرة بس المرة التانية مش هتخونك لإنك تدربت لإنك أخدت قرار التدبير ولما تدبر أمورك وتقرر تشوف إن رأيت في عاقبته خيرا العبرة بإيه بمآلات الأحكام بمآلات الأمور شوف كلمتك اللي هتقولها تتابعتها إيه شوف موقفك اللي هتعمله تتابعته إيه شوف الإرش اللي هتصرفه تتابعته إيه فلازم تشوف العاقبة المترتبة على التدبير على إنفاقك على قولك على عملك على تصرفك وإن رأيت في عاقبته خيرا فامضي على بركة الله وإن خفت غيا خايف متردد لا وإن خفت غيا فأمسك خليك حكيم عندك عقل عقل اسمه عقل يعني يعقل ويربط صاحبه تعالوا نشوفوا الوصية التانية اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاءه رجل يسأله فإداله وصية جميلة جدا من أجمل الوصاية وزي ما هنشوف بشهادة كتير من الصحابة إنها من أفضل الوصاية لحكمة الإنسان ونجاته وسلامته إنت عايز النجاة والسلامة فسيدنا النبي بيوصيك بترك الغضب جاءه رجل يسأل ده في البخارية مسلم عن أبي هريرة أن رجلا رجل من الرجال الرجل بيمركد قال له يا رسول الله أوصني قال له لا تغضب قال له يا رسول الله أوصني لمرة التانية قال له لا تغضب قال له يا رسول الله أوصني المرة التالتة قال له لا تغضب فردد مرارا والنبي يقول لا تغضب لا تغضب كأن سيدنا نبي يقول له دي مفتاح الخير لو أنت ما غضبتش هتلاقي التتابعات اللي جاية كلها خير خلاص هتنطلق هو سيد النبي درس وشاف فأخلص له إذن النصيحة الإخلاص وفي حديث أخرجه أحمد إن سيد النبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان والشيطان من النار ولا يطفئ النار إلا الماء فإذا غضب أحدكم فليتوضى وفي حديث ثاني أخرجه البخاري يا مسلم عن أبي هريرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة يصارع لا ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب شوف كمان في حديث أخرجه الإمام المروازي الإمام المروازي ده مات 244 هجرية هو اسمه محمد ابن نصر المروازي له مسند وله كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة وأورد فيه هذا الحديث وكمان الإمام الخرائطي أبو بكر الخرائطي ده مات 337 هجرية له كتاب اسمه مساوي الأخلاق جمع فيها مساوي الأخلاق عشان الناس تعرف إن ده الطريق اللي مش تمام ابعد عنه فذكروا لاتنين حديث عن أبي العلاء ابن الشخير أن رجلا مر بسيدنا النبي وأتاه وقال له يا رسول الله أو صيني جالوا إمتى أو جالوا فين جالوا من قبل وجهه في مواجهته قال له يا رسول الله أي العمل أفضل فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسن الخلق الرجل جالوا من قدامه قال له يا رسول الله أي العمل أفضل فسيدنا النبي قال له إيه حسن الخلق ثم أتاه عن شماله من جهة اليسرى قال له يا رسول الله أي العمل أفضل قال له حسن الخلق ثم أتاه من بعده أي من خلفه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل فسيدنا النبي التفت إليه وقال له ما لك لا تفقه حسن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت ما لك لا تفقه أنا قمتلك حسن الخلق دابط الأعمال ما لك تفقه يعني لا تفهم حسن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت ما بقولكش لا تغضب مطلقا أنا بقولك كلما استطعت أن لا تغضب فلا تغضب حديث آخر أخرجه أحمد والإمام البيهاق أيضا أن رجلا قال يا رسول الله أوصيني قال له لا تغضب فقال الرجل ده بقى بقول لكم شهادة الصحابي لما لقى ان سيدنا النبي عمال يكرر لما اوصني قال له لا تغضب اوصني لا تغضب فبيقول الرجل ابقى ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فاذا الغضب يجمعه الشر كله انا فوقت صحيح لما قيت النبي بيكرر بيكرر لا تغضب لا تغضب فكرت بجد الغضب هو مجمع الشر ابعد الغضب هتلاقي الخير جاي لك من كل فجر عميق تعالوا نشوف الوصية التالتة لرجل من الصحابة اللي ايضا مر على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبيطلب منه الوصية فسيد النبي وصاب ايه قال له ابقى تتعلق بما في يدي غيرك يعني خلي عينك شبعانة خلي ايدك شبعانة مش تبص لغيرك وتمد ايدك للنعمة اللي ربنا ادها لغيرك فالمهم الحديث عند الامام الحاكم في ام صدرك والديالمي ايضا في مسنده والامام البيهقي عن سعد ابن ابي وقاص انا رجلا من الانصار ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له شوفوا جملة انتوا هتسمعوها قاسية شوية على الازن بس لما تعرفوا ان الكلمة طلع من القلب النبي بيقبلها فبيقول له يا رسول الله اوصني واوجز اوصني واوجز انا عايز وصية مختصرة فسيدنا بيقال له ايه عليك باليأس او بالاياس مما في يدي الناس عليك باليأس او بالاياس يعني ابعد نفسك وخلي الموضوع ده بالنسبة لك يأس امر ما يقوس منه انك تبص للي فيدي الناس عليك باليأس او بالاياس مما في يدي الناس او ايدي الناس واياك والطمع فانه الفقر الحاضر تطمع ليه الطمع ده الفقر شوفوا بقى اجمل تعبير من التعبيرات المعبرة عن الطمع واياك والطمع فانه الفقر الحاضر الطمع ده ده فقير حتى لو كان معادي كده ده فقير وصلي صلاتك وانت مودع خليك في علاقتك مع ربنا وفي دعائك وفي تعاملاتك كأنك مودع ما تخليش عندك وانت بتصلي انك هتريش بكرة وتصلي لا اعتبر دي اخر صلاة اعتبر دي اخر كلام واياك وما يعتذر منه ما تقولش الكلمة اللي يترتب عليها انك هتقدم اعتذار بعدها لا ما من بدري لان تقدم الاعتذار بيكسر نفسك وليه يكسر نفسك طالما في امكانك ما تعتذرش بايه بانك تكون حكيم يقتل حكمتها من يشاء تعالوا نشوف بقى الوصية الرابعة لاحد الصحابة ان سيدنا نبي بيقول له انك تتخلى عن السب ابعد لسانك ما يبقى السباب ولازم تتحلى بالبشاشة في التعامل مع خلق الله عز وجل الحديث اهرجه احمد عن ابي تميمة ان رجلا قال يا رسول الله اوصني فسيدنا بقى له ايه اوصيك الا تسب الناس ولا تزهد في المعروف مرة تانية لا تسب الناس المسلم ليس بسباب ولا لعان المؤمن اه ليس لعانا ولا فحاشا ولا بذاءا فسيدنا النبي بيقول اوصيك الا تسب الناس ولا تزهد في معروف او في المعروف لما تلاقي معروف اكتر منه اكتر اكثر من المعروف واذا لقيت اخاك فالقه ببشر حسن يعني زي ما ايضا ورد في حديث الصحيحين لا تحقرنا شيئا من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه حسن فبيقول له واذا لقيت اخاك فالقه ببشر حسن ووجهك منبسط ابتسم الابتسامة مش هتكلفك كتير بس هتديك كتير الابتسامة لن تغرم منها ولكن ستعطيك من الثمار الكثير وتشعر بالراحة والتعامل مع خلق الله تحبهم ويحبونك وقت الحلقة انتهى بس مش هنسى فكر حضراتكم بموضوع الحلقة الجاية موضوع الحلقة الجاية بإذن الله النصيحة في وصايا سيدنا النبي لمعاذ في تهديبه تهديبه بيهديبه ايوا يا فانتم مهلا انت لازم تهديب الامر تهديب النفس وتهديب الشأن في التعامل الإنساني عشان الاستقامة وهنعرف مين هو معاذ ابن جبل وإحنا بنشوف نصيحة سيدنا النبي له في وصاياه لتهديبه وكمان لسه له حلقة أخرى في نصيحة سيدنا النبي لمعاذ وهو أرسله إلى اليمن وفي سفراته نلتقي دايماً نشوفكم وانتم في أحسن حال